شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي بين شركة آيميا باور الإماراتية وعدد من مؤسسات التمويل الدولية بقيمة مليار ومئة مليون دولار وبموجب الاتفاقية سيتم البدء في تنفيذ مشروعين لإنتاج القهرباء من الطاقة المتددة في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر وكومومبو بمحافظة أسوان بطاقة انتاجية تبلغ ألف ميجاوات ويوفر المشروعين الطاقة النظيفة لأكثر من 687 ألف أسرى فيما سيساهمان في تخفيض ما يصل إلى نحو مليونين ومئتي ألف طن من الإنبعاثات الكربونية سنويا